موسيقى موسيقى السلام عليكم اسم عزيز نابولسي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم من الموجود السلام عليكم السلام عليكم ومؤخراً قلت لي أن نغير المهام وماذا نغيرهم؟ هم سننسيقنا المراحيد والبهوة المدرسة ونجمع الأزبال وماذا لا يوجد الاختصاصي؟ من 2012 ونعمل بحراسة الأمن المؤسسة وماذا نتفاجئ بأنها غيرت المهام في ظرف ليلة وحدة قلت لي أن أجي غير المهام ونجمع النفاية المدرسة ماذا هو السبب؟ السبب لأنها قلت لي أن نشهد ضد كسيدة بشهادة المشيح قانية ومن اللي رفضت بقات كتت عسف عليا وكتت أتهمني بشكل من حاجة كل مرة كتت أتهمني بالصريقة وآخر مرة أعطتني الوثيقة بأنني ديال باشغدين نغير المهام أعطت لي عن طريق مفوط أشنوب فيها بأنني أنا اللي طلبت الاستعطاف ديال العامل ما هي هي اللي رجعتني حنت من اللي جبت ديالي اللي لفاش كان وقع لي معانا مشكل كان سدات عليا لقيت راسيما متشرد في الزنقا من اللي لغدلي هتدخلوا إلينا عن طريق الصلح أعطت ما يجبت بحسب الزعامات لهم إذا لم تضيعني أي شوائحة الأعوام اللي ضاعوا ما اللي تدخلوا الناس قالت لي أنني لم أجرتش عليه ما اللي قالت لي أنني لم أجرتش عليه ما كنت فأحفلت تحقتي بالعمل ديالي اقتدام الناس اقتدام الشهود من اللي الجزء تدخلت بالتعسوف اللي كان شفويان دابوا إلا كتابيا وكما أردت أن أعطي الوثيقة لها أخير مرة أعطيتني أن أستخلص من أحيانات المتجموعة من الناس ولم أعطيهما لها كانت تهمني بالصريقة. كانت تهمت السيدة معنا وقعت لها 50 مليون. مؤخرا كان وقع مشكلة معنا وقعت لها 20 مليون. سيدي الموظفة التي قامت بها 18 مليون. تقول لي أننا نقوم بالاستخلاص من الفواتير المؤسسة من الناس ولم نتعلمها للإدارة. ما هي الإجراءات التي قمت بها من المؤسسة التي قمت بها. ما هي الإجراءات التي قمت بها من المهم بالتنظيف والمراحيد والبهو والنفايات. لا أقوم بها من المؤسسة التي قمت بها من المؤسسة التي قمت بها من المؤسسة التي قمت بها. طبيعة عملية تغيرت بدون إذن مني. أعطيها السلام عليكم السلام وأهجيا سألت تصريح الطواليطات. لا يمكن أن ألت تصريح الطواليطات ولا يوجد حدثتها. ما هي الإجراءات التي قمت بها من المؤسسة التي قمت بها من المؤسسة التي قمت بها من المؤسسة. تحرك أن تم تحرك وفي حالتي وفي حالتي، أنت فارق أنا وأكبرتها الأحبياء. أنا لا أقول حقوقي، وإن أرى ما أحتاج للخدمات. كما كنت أحتاج الخدمة، لا أريد أن أقوم بعمل 100 كيلومتر لكي أقوم بعمل دارنا كيف حاجة إلى هذا المسؤولين؟ أنا أعرف كل القانون الذي يحميني في هذه البلاد، الحمد لله أطلب حقوقي مية، أريد أن أضيعني، وربي لا أضيعني كنت أطلب من البلاد، تتخذ لي حقاً من الأصاب اشترك الآن في قناة أشواء قاتي فيل، وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواء قاتي فيل، شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة